حصلت أربعة برامج من كلية اللغات الأجنبية في الجامعة الأردنية على الاعتماد الدولي إيفالاك في إنجاز جديد يسجل للجامعة ويعزز من الجودة والتميز التعليمي فيها وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية هامة لكلية اللغات الأجنبية في الجامعة الأردنية كما وستمنح خرجيها فرصا متميزة ومتنوعة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي كما ستعزز سمعة الكلية ومكانتها المؤسسية في المحافل الأكاديمية والدولية نرحب في هذا الصباح بعمدة كلية اللغات الأجنبية في الجامعة الأردنية الأستاذة الدكتورة ناهد عميش صباح الخير دكتورة وهنا وسهلا بك صباح الخير لك ولجميع المشاهدين بالتأكيد سنأتي للحديث حول هذا البرنامج برنامج الاعتماد الدولي لكن في البداية نود الاستماع إلى نشأة كلية اللغات في الجامعة الأردنية التخصصات التي تضمها اليوم عدد الطلبة وما إلى ذلك كلية اللغات الأجنبية تأسست في عام 2008 كان طبعا في البداية بعض التخصصات تابعة لكلية الأداء ولكن في عام 2008 أنشأت كلية اللغات الأجنبية لأنه بدأنا نتوسع بالتخصصات حاليا هناك 11 برنامج على مستوى البكالوريوس في كلية اللغات الأجنبية وسبع برامج على مستوى الدراسات العليا كلية اللغات الأجنبية في الواقع تستقطب الكثير أو عدد كبير من الطلبة هناك ما يتجاوز الخمس ألاف طالب في كلية اللغات الأجنبية نعم في الحقيقة نسمع كثيرا عن برامج الاعتماد الدولية للكليات والتخصصات ماذا عن برنامج إيفالاغ؟ ما الإضافة التي يقدمها هذا البرنامج لخريجي الكلية والتخصصات اللغوية فيها؟ إذا تسمح لي بداية أعطي شوية فكرة عن التصنيفات العالمية وعن الاعتمادات الدولية بعدها ندخل بالاعتماد الذي حصلنا عليه وهو الإيفالاغ وهو اعتماد دولي معروف للكليات الإنسانية بداية يعني في زي ما بتعرف حصل في كثير تغييرات في جميع القطاعات وكانت تغيرات سريعة وتطورات سريعة وهذا الحكي طبعا طال التعليم العالي زي بقية القطاعات الأخرى في عام 1989 تم إطلاق استراتيجية تدويل التعليم العالي يعني internationalization بمعنى أنه المؤسسات التعليم يعني تطبق معايير دولية في التعليم وهذا طبعا زي ما قلت يعني طال كل المؤسسات العالمية اللي هي تسعى أنه يكون لها اسم ويكون تكون مرموقة يعني عالميا ومن هنا جاء الاهتمام في الجامعة الأردنية والجامعات الأردنية بشكل عام للاهتمام بزي ما حكيت بالتصنيفات العالمية وبالاعتمادات الدولية وإذا بتعرف كمان يعني مؤخرا دخلت جامعة الأردنية في نادي أفضل 500 جامعة في العالم وهو تصنيف الـ QS وهذا طبعا كان مجهود كتير كبير من رئاسة الجامعة دكتور ندير عبيدات طبعا والإدارة كلها وأعضاء الهيئة التدريسية وهذا جهد تراكمي على عبر السنوات الآن بالنسبة للاعتماد الدولي اللي حصلت عليه كلية اللغات الأجنبية هو يعني زي ما قلت الاعتمادات الدولية هي تقيم المؤسسات التعليمية وبتشوف إذا هالمؤسسات التعليمية بتطبق معايير عالمية يعني بكل العملية التعليمية بكل المنظومة هل هناك ضمان للجودة في الإجراءات اللي بتتم بالكلية فإحنا طبعا بتم التراسل مع هذه المؤسسات وبيزورونا لمدة يومين أو ثلاثة أيام وبيقيموا كل العمليات بمعنى أنه هم بصير في تقييم على مدخلات الكلية أو البرامج على العمليات التي تحصل خلال عملية التعليم ومن ثم على مخرجات العملية التعليمية بالتالي هذا الاعتماد يتم بناء على تقدم الجامعة بطلب للانضمام أو للحصول على هذا الاعتماد نعم أكيد يعني إحنا نتقدم يعني أنا مثلا عندي زي ما قلت أربع برامج تم التقدم وطلب من المؤسسة بتقييمها وحصلنا على الاعتماد وإن شاء الله سنستمر في الحصول على الاعتمادات الدولية لكافة البرامج لأن كلية اللغات الأجنبية نحن ندرس 13 لغة أجنبية فالبرامج عديدة والكلية تتوسع وإن شاء الله نحصل على الاعتمادات الدولية لجميع البرامج هل هذا أول اعتماد دولي تحصل عليه كلية اللغات؟ نعم هو أول اعتماد دولي تحصل عليه كلية إنسانية في الجامعة الأردنية من جميع الكلية الإنسانية؟ من جميع الكلية الإنسانية نعم ماذا عن تخصصات اللغة اليوم في كلية اللغات في الجامعة الأردنية؟ ما هي أحدث التخصصات التي تم إضافتها؟ نتجه نحو اللغات التطبيقية بمعنى استخدام اللغة في مجالات العمل المتعددة في عنا طبعاً اللغة الإنجليزية وأدابها في عنا اللغة الإنجليزية التطبيقية ولكن هناك لغات أوروبية عديدة مثل اللغة الإسبانية الإنجليزية اللغة الألمانية والتخصص الألماني والإنجليزي معاً اللغة الإيطالية واللغة الإنجليزية أيضاً يعني هو دبل ميجر في عنا لغة روسية إنجليزية كمان في عنا اللغة التركية واللغة الإنجليزية في عنا اللغة الصينية واللغة الإنجليزية واللغات الأسيوية حديثة يعني لأنه صار في توجه لتعلم اللغة الصينية زي ما بتعرف اللغة الكورية واللغة الإنجليزية أيضاً واللغة الفرنسية طبعاً واللغة الإنجليزية وهو تخصصات دبل ميجر ما هي أكثر التخصصات التي تلقى اليوم رواج وأقبال من قبل الطلبة عدى اللغة الإنجليزية طبعا يعني هي اللغة الإنجليزية هي رقم واحد في الإقبال وهي منسميها التخصصات الطبية في الكليات الإنسانية لأنه من المعدل القبول بيكون مرتفع كتير يعني يصل إلى 97 خصوصا بالأبلايد إنجليش وهو التخصص التطبيقي للغة الإنجليزية اللغات الأخرى اللي يعني في عليها إقبال كبير هو اللغة الفرنسية الإنجليزية اللغة الإسبانية الإنجليزية وحاليا عم بزيد أعداد الطلبة اللي بتوجهوا للغة الصينية أيضا يعني اليوم فترة انتظار علامات ونتائج التوجيهي ويتلوها أيضا تقدم لطلبات الجامعات للتحاق ببرنامج باكالوريوس ما هي التخصصات التي تشجع اليوم كلية اللغات في الجامعة الأردنية الطلبة على الإقبال عليها التخصصات التي من الممكن أن يكون لها مستقبل وفرص عمل في المستقبل القريب يعني أنا بشوف أي لغة تفتح أفاق جديدة للطالب وتفتح أمامه ثقافات أخرى والسوق العمل يعني متوفر إحنا لا نسعى فقط لتأهيل طلبتنا بأسواق العمل المحلية ولكن أسواق العمل الإقليمية والعالمية يعني هذا السؤال شوي صعب لأنه باعتمد على ميول الطالب يعني في طلبة بتكون مثلا عندها حب للغة الفرنسية في طلبة عندها حب للغة الصينية اللغة الكورية عم بيصير كمان يعني مؤخرا إقبال عليها فطبعا أكيد اللغة الإنجليزية التطبيقية هي يعني رقم واحد بالنسبة للإقبال على التخصص ولكن اللغة الصينية يعني إلها مستقبل كتير كبير واللغات الأوروبية الأخرى أيضا أسادت اللغات فيها الكولية هم من الأجانب لا هناك أجانب ولكن الأكثرية هم طبعا الأردنيين تعلموا في جامعات خارج البلاد هل يتبع تعلم اللغة في كولية اللغات اليوم برامج لعيش اللغة تعرف على الثقافات السفر إلى الدول التي تعلم الطلبة لغتها هناك الكثير من الاتفاقيات بين كلية اللغات الأجنبية والجامعة الأردنية مع جامعات أجنبية ويتم ابتعاث طلبتنا لهذه الجامعات وحتى الأساتذة هناك تبادل بين الأساتذة سواء أساتذتنا أو أساتذتهم فنعمل على الحراك الأكاديمي إذا بدك من خلال الاتفاقيات التي نعقدها مع الجامعات العالمية شكرا جزيلا لك يا عميدة كلية اللغات الأجنبية في الجامعة الأردنية الأساتذة دكتورة نهدي عميد شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك